إدارة أو حاجة ولا يعني النوها وبتعرفيها زي الطريقة أنك تتعاملي كإدارة؟ بص هي أولاً الخبرة بقى في التعامل دي جات من السنين الكتير اللي أنا اشتغلت فيها في مجالات مختلفة لأنه كمان مجال الكونستركشن أصعب بكتير يعني أن أنا برضو أكون في السايت أثناء الإنشاء والتشهيد إيه اللي خلاكي تتخصصي في كل ده يعني أنت حاب التحدي عندك روح التحدي دي؟ برضو أنتوا كنتوا مع بعض في الجامعة؟ لا ممكناش مع بعض في الجامعة بس هو مهندس يعني هو في جامعة وأنا في جامعة طب هو مش شايف أنك أنت مثلاً ممكن تكوني سبقتي في مجال شغلك؟ لا بالعكس هو كمان الحمد لله واخد منصب كويس جداً في شغله وهو كمان يعني ده بالعكس هو ريفرنس ليه في حاجات كتيرة قوي برجع له في حاجات كتيرة مرجعية لك؟ بأخذ رأيه في حاجات كتيرة طبعاً ومش يعني كراجل مش يعني زي بقى بعض تفكير بعض الرجالة طبعاً اللي أنا معطرد عليهم بس مضطرة أسألك السؤال دي ما بيغيرش بقى يقولك بقى أنت أعدالي في وسط الرجالة 14 ساعة لا هو خلاص هو مقدر طبيعة شغلي طبعاً وطبيعة الدنيا عاملة زي غير أنه هو أكيد وثق فيه وعارف أنا إيه بالزبط وعارف أن أنا ليه حدود يعني عمني ما بتخطى؟ أنت بيبقى معاكي تيكنيشنز يعني تيكنيشنز صنايعية صنايعية بتالي بيبقى عمرهم ممكن أكبر منك بكتير يعني أنت ممكن تبقى في عمر أولادهم دي حقيقة بتتعاملي إزاي؟ بصي برضو الاحترام لأول حاجة لازم أديهم قيمة ولازم أحترمهم كويس قوي قوي هم هيدون يعنيهم بعد كده مش هيقولوا بقى خلاص أنت بقيت في مرتبة بنتنا فأنتي إحنا اللي نعلمك أنا نقول لك إحنا خبرتنا أكبر إحنا بصي باحترم أنه هو خبرته أكبر أنا ممكن يكون التيكنيشن بتاعي ممكن عادي أنه هو يكون خبرته أحسن مني في حاجة معينة إيه المشكلة؟ هو بيشتغل شغل بإيده هو أوير أكتر بالحاجة إيه المشكلة؟ أن أنا أخذ منه الخبرة دي في نفس الوقت أقدي له قيمته واحترامه وأن أنا كمان يبقى عارف طول الوقت أن أنا في ظهره أن أنا سابورتيف لي أن أنا أي مشكلة هتواجه وأن أنا هكون معاه غير أن أنا بحاول على قد ما أقدر طول الوقت أنه إحنا يكون العلاقات الإنسانية كمان كنت لسه هقولك يعني متابعة أحوالهم يعني اللي حيتجوز اللي بنتها تتجوز اللي ابنه دخل للمستشفى اللي مش عارف إيه أنت كمديرة بتلمي في الموضوع ملمة بالأحداث دي آه طبعا لازم لازم أحسسي وبتشجعي بتقفي طبعا لازم أحسسه أن إحنا أسرة وحدة وأن إحنا مع بعض في كل حاجة وأن إحنا أنا في ظهرك طول الوقت أنا معاك طول الوقت طالما هو بيديني الشغل اللي أنا محتاجه والشغل المزبوط خلاص فيه بيبقى بريك في وسط اليوم مثلا معاك بيأكلوا فيه مثلا هم بتتعوضي معيهم جربتي تعوضي معيهم وتاكلوا مع بعض تفرشوا مع بعض طبعا بناكل مع بعض وبناوض مع بعض وبس مع مشاكلهم وعندنا وإنتي كده ست الوحدة كده طبعا أنا كده كده بقى ست الوحدة خلاص احنا اتفقنا على كده إنتي متقبلها عشان ده إنتي بس الناس شايفاها حاجة غريبة خالص والله لا ده شعور حلو جدا يعني تخيالي انتي شعور كده ومثلا بيتبعت ميل مثلا الناس كتير قوي فيقول مثلا جانس اند لدي دي حاجة حلوة أنا مميزة جدا طبعا طبعا فخر انك مرأة مصرية عرفت تتحقق اللي انت عايزاه وتثبت نجاحك وتثبت نفسك وفي نفس الوقت أثبت احترامك للجميع والجميع بيحترمت ماشاء الله